قرى القادة الماليون لمجموعة العشرين اتفاقا عالميا لإصلاح ضريبة الشركات وقال وزراء مالية ومحافظ البنوك المركزية لمجموعة العشرين أيضا إنه ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يؤسس صندوقا اعتمانيا جديدا لتمرير 650 مليار دولار من احتياطياته النقدية الجديدة إلى أكبر عدد من الدول الأكثر ضعفا وتوصلت 136 دولة مطلع الأسبوع الحالي إلى اتفاق يتبنى حدا عالميا أدنى لضريبة الشركات عند 15% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر